ثمانية أمطار من الخرسانة ترتفع وامام هذه الكنيسة لتحجب الرؤية عنها وتفصلها عما حولها جدار عازل لكنه ليس في الأراضي المحتلة وإنما في وسط العاصمة البريطانية لندن الجدار نسخة بالحجم الطبيعي للجدار العازل الحقيقي وهو جزء من مهرجان فني ثقافي يحتفل بمدينة بيت لحم ويحكي الواقع الصعب الذي تعيشه الآن المهرجان تنظمه تسعة جمعيات خيرية من بريطانيا وفلسطين وإسرائيل وتشمل فعليات عدة كفقارات موسيقية وشعرية وكذلك عروض كوميدية وحلقت نقاش حول الجدار العازل إضافة إلى مأدبة عشاء لعيد الميلاد المجيد فكرة إقامة الجدار بدأت العام الماضي عندما قامت مجموعة من الفنانين البريطانيين بزيارة بيت لحم لرؤية بعض المشاريع الخيرية هناك وشاهدوا تأثير الجدار العازل السلبي على حياة سكان المدينة كانت تجربة صادمة ومؤثرة جدا ليس فقط بسبب هذا الوجود القمعي للجدار وهذه الضخامة الكبيرة له بل أيضا بسبب أعمال الجرافيت الفنية هذه على قماش الكنفا الذي بات يغطي الجدار وكذلك بسبب نشطاء السلام الرائعين الذين التقيناهم على جانبي الجدار شعرنا بكثير من الظلم الذي أصاب المجتمعات الفلسطينية المختلفة التي قسمها الجدار لكن عدنا أيضا بالكثير من الأمل هذا الأمل الذي شهده الفنانون البريطانيون في المشاريع الخيرية في بيت لحم استلهمهم كثيرا خاصة حركة مقاومة سلمية جديدة للاحتلال يطلق عليها الفلسطينيون اسم المقاومة الجميلة وهي مقاومة الظلم بطرق ثقافية كالموسيقى والشعر والأفلام في هذا التوقيت من العام تتردد كلمة بيت لحم على لسان الجميع هناك صورة خيالية للمدينة النجوم في السماء ومولد السيد المسيح وهي قصة جميلة بالطبع ولكن قد تبدو غير واقعية بالنسبة للبعض فأعتقد أن الشيء الوحيد الذي يجب القيام به هو أن نتحدث عن واقع بيت لحم الآن أردنا أن ننظم هذه الفعاليات الثقافية مع وجود الجدار لنعكس معاناة سكان بيت لحم وفي نفس الوقت نغرس الشعور بالأمل والمقاومة الجميلة بجانب الجدار والفعاليات الأخرى فتتح معرض رسومات لأطفال فلسطينيين المثير فيها أن كلها عن الجدار العازل ولكن يمكنك أن ترى فيها لمحة من الأمل أما خارج الكنيسة فمنظم المهرجان دعوا الجمهور في بريطانيا لكتابة دعواتهم ورسائلهم للسكان بيت لحم على الجدار فسرعان ما تلون بالرسائل سلام وحب ودعوات لمستقبل أفضل هذا الجدار ليس حقيقي لكنك عندما تقف بجواره تشعر ولو قليلا بما يشعر به سكان بيت لحم وغيرها من المدن وهذه هي رسالة هذا المهرجان الذي يدعو الناس لإزاحة الجدار والنظر لقصص الأمل التي تنشأ على جانبيه كريم جهري بي بي سي لندن